ارتفع حجم الطلب على الليرة السورية بشكل كبير منذ فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا في الخامس عشر من تشرين الأولي الحالي ممثل القطاع المالي والمصرفي غرفة تجارة الأردن على ديرانية قال إن حجم الطلب على الليرة السورية وصل إلى نسبة مائة في المائة في المناطق الحدودية حيث وصل سعر صرف الليرة إلى ستمائة وخمس وعشرين مقابل الدينار واعتبر ديرانية أن جزءا من ارتفاع حجم الطلب على الليرة السورية غير مبرر في ظل عدم وضوح الصورة حول مستقبل الليرة وسعر صرفها في الفترة المقبلة والتي تستند إلى عوامل سياسية واقتصادية السحب من قبل الأردنيين أكثر من السوريين فرق الأسعار ما بين قبل الفتح المعبر فرقة حوالي بين 20 إلى 30 ليرة سورية على سعر البيع قبل فتح الهدود كان الإقبال لك كثير ضعيل بالنسبة لهسة أول كان بالأسبوع بالأسبوعين يفوت على أي واحد يسعر على السوري هسة بتجاوز العدد العشرين وثلاثين شخص وبتجاوز عدد المبيعات الاثنين وثلاثين مليون